يا مرحنا ومشينا وفرحنا وبكينا حتى على قلوب الناس انحفرت قسمينا كل ما يمر يوم نقول يا حب انتهينا اتاري لا لا اتاري اتاري يا حبيبي لا لا لسا مبتدينا اهلا وسهلا بكم من جديد حبيبي اللي عم يشوفونا لأول مرة اتمنى الاشتراك في القناة سمع وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جميل ان شاء الله اليوم يا حبيبي تذكرت فنان كبير يجب ان نضوي عليه انا بنظري لم يأخذ حقه هذا الفنان العظيم الملحن والصوت الشجي موهبي سبحانك ربي قديش حلوي ابن دمشق الحبيبة فنان الكبير نعيم حمدي نعيم حمدي انا ما كنت باعتقد انه كان عشقي ولهل عشقي ما بيروح من فريد ومن عبد الحليم ومن عبد الوهاب ومن كارم ومن هالعظماء افتح على التلفزيون لأول مرة انا بشوف مثل الافلام انت احضر افلام نالعظماء واحد عم اغني لحبيبته راكب السيارة ميسو فسمعت غنيت هاي اللي تخلق فيها غنيته للاستاذ نعيم حبات الموسيقى كتير الصوت جميل التصوير جميل الديكور فنان 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 يعني استاذ خريج وين منين هذا فكيف صارت المعرف فيها فانا في عام الفين بعيد لعنكم كنت داخل اعمال عملية جراحية لقلبي كنت بنفس المستشفى انا والمرحوم الموسيقار السوري الكبير عبد الفتاح سكر فانا كون انا خايف اللي قولي بعد جمعة عمليتك وخايف انه عمليتي صعبة ويمكن ما قوم من تحت العملية فغني بحرقة والاستاذ عبد الفتاح يقول لي اه ويقول له انتعوس معه هالصوت طيب لاش قابل تلحقه اللي قال له ان شاء الله بابدعتي كمية الحام باقيه عندي كله لقلوك فهون الاستاذ نعيم حكي له عبد الفتاح عني بس ما هو شايف شكلي لا الي امتى عملت العملية من خلال العملية طبعا الاستاذ عبد الفتاح العظيم يجي يزورني وهو مريد يعني مقابيل بعضنا هيك واولاده الصبايا والشباب الله يخلي ليه وفي المقدم يا الفنان الرائع عاصم اخي وصديقي ابنه لو عبد الفتاح هون ما بدي عد اللي اجوا اهتموا فيه يا الله يديمون لكن في يعني سلاس اذا ما ذكرتهم اكيد الله مرا يسامحني اول واحد الاب الروحي الصباح فخري اللي ما تركني قيد انمله بعدين عبد الفتاح السكر هذا الموسيقار العظيم بعدا بيجيني هذا الحبيب اللي عم يحكي عنه نعيم قال لي انا نعيم حمدي هيك انا بطالع من العملية يقول له اهلا هيك يسألهم شو بياكل هلأ شو بده يياكل يقول له ما هذا الاكل ما بحبه عم يجيبوا ليه يقول لي شو مش تهي تاكل والله على ما اقوله شهيد يروح على بيته يعمل لي الاكل اللي حبه اي اكل يجيبه بالطنجرة حاملهم هيك بالاداك يطعميني بايده متان واحد عم يطعمي اخوه او كذا ما بنسى بعمري هذا الحنون الطيب الكريم بعدا عيط للا ممرضة قال له هذا اخي بدي كل يوم تنتبهي عليه بدي ربالك عليه بقي معي واخر شي جاب لي صندوق شوكولات قال لي ميني بيجي ضيفه شوكولات انت رجعت شب وسيم ومتخاف ونجحت العمليين كل ما هنالك نعيم حمدي انا ما بنساك طالما انا حي بس انا بسأل بسأل هالدنيا والناس اللي عم تسمع انه بشوف سبحان الله صوت كامل استاذ على آل الموسيقية على آلته استاذ ملحن خطير اخلاق شفافية ونعيم بيغني لغات غير اللغة العربية بيغني هندي بتفكره جاي من الهند سبحانك ربي يتقمس اي بلد بيغني لك هو ذاته الخبرة اللي عنده في الموسيقى الخبرة اللي عنده في الموسيقى يعني نحن بنسمع والله ده فولكلور سوري او لبناني قريب ع بعضه او هذا طرق هو في عنده شيء غريب عنده نفحات غريبي هو عم يعزف على العود يعني انت بتسمعه شوك يعني بالبيات معروف البيات بيزركش فيه غريب يعني مثل طريقة عبدالوهاب اللي بدي اسأله انا سبحانك ربي بتشوف واحد كل الموهب فيه كل عطاء الله فيه يختفي بتشوف واحد ليس له علاقة لا بالغناء ولا بالموسيقى ولا بالتمثيل بصير نجم النجوم في العالم العربي هيده ما كنا نعرف له ممكن كتير هالاصوات اللي مرت انه بيكون ما عنده ادارة اعمال لكن كمان فيه الاكبر من ذلك انه فيه فيه الدنيا حزوز كمان وما تشاءون الا ان يشاء الله فيه كتير ناس بتشوف هل هلأ اللي عم نشوفهم هلأ في هذا الزمن يعني هلأ اذا كان قاعد وقال له سمعني صوتك ما فيه تسمعه بيفوت على الاستوديو بيصلحوا له صوته بيطلع على عدة صوت مع الناس يا لطيف حتى بس يركز صوته والآلات معه تغطي مشان ما تبين عيوبه وخلص نجم النجوم بعدين الناس بس تحبه بتتعود على صوته شو ما كان يكون لانه حبه والحب طبعا لا يعلو عليه الحب لا يعلو عليه انما نحنا لما درسنا واتعبنا وحكينا وما نحكي عنها العظماء فعلا يعني نعيم حمدي لما تسمعه بيعزف غريب كيف بيعزف غريب غريب كيف بيعزف على العود كيف بيشدك هيك بعدين الاخلاق اللي عنده الحنان اللي عنده حرام هاي الأغني لازم يكون وراها عشرات الأغاني حرامي ينام فن نعيم حمدي طبعا استاذ نعيم عنده مجموعة من الأغنيات الخاصة والحلوة اللي حبيت الناس واذكر بدورة المتوسط بعمل 1987 هيك شي هو افتتح انا قلتلكن انه بيغني بعض العربي هندي بيغني اكتر بيغني كوري بيغني روسي غنى روسي بتفكروا روسي غنى كوري يعني هذا الفنان سبحانك ربي فعلا موهبة كبيري وعطاء يعني ليس له حدود لذلك انت اليوم لما بتشوف واحد مر عنده هال هالقوة عنده هالثقافة وبيهبط والله انت بتتقلم وتسأل شو السر وشو يعني شو ما عم نعرف شو السبب انا ما صرت نجم درت العالم ومعي اوسمي الحمد لله بس انا بالنسبة لقلي بعد اللي عملت العمل الجراحي يعني انا صرت اتقلم اني انا والله بدي احفظ لك هالقصيدة او بدي احفظ لك هالاغنية الحلوة او بدي احفظ لك هالكلاسيك او هالطراب وانت فكرك كله موهد ما بدك كل هذا انا بتقلم في غيري بيقلك طنش بودروا اه ما بتمشي معي يعني كواقد الشمع في غرفة العميان انت عم تتعذب وتقول شي وهني انا بتذكر مرة عم غني غنية للعظيم وديع من اجمل ما غنى وديع والله وبيعملولي هيك ما فهمت تقول له شو خير شو بده هذا يعني اليوم ده غيرت الدنيا ما بعرف انا بيزعل ما عد ازعل على حالي لسبب بسيط لانه اللي عمله نعيم او اللي فيه ساوي نعيم انا ما بقدر ساوي نعيم قربك نعيم الروح والعين الله يطول عمرك انت فنان كامل والكمال الى الله لك حبي ولعشاقك ولكل فنان بغني هذا الجمال شكرا لكم حبيبي والى اللقاء دعوني الله تعالى شكرا